مرحبا بكم أصدقائي في قناة معلوماتي ومنوعاتي توتي أنتونا في فيديو اليوم سنتحدث عن علامات إجهاض القطط وأسباب حدوثه أو كيف أعرف أن قطتي أجهضت أو سوف تجهض يعتبر حمل القطط من الأمور الحساسة لديها لأن الحمل يضعف الجسم ويمتس كافة العناصر الغذائية التي تمتلكها القطة نتيجة لذلك في حالة تعرض القطة للضعف أو تلقيحها أو زواجها في سن مبكر لها من المؤكد حدوث إجهاض لصغارها فبالتالي تطرع عليها علامات إجهاض وحين ذاك تصاب بالعديد من المشكلات الصحية التي تضر بصحتها للأسوأ فبمجرد ظهور تلك العلامات التي سنوضحها تفصيليا عليك بالتوجه إلى الطبيب البيطري على الفور لكي تستقر حالة القطة الحامل الإجهاض تجربة مؤلمة للغاية ترهق الأم وتدخلها في حالة نفسية مستعصية كما يمكن أن تصاب به البشر والحيوانات أيضا فقبل كل شيء يحدث الإجهاض نتيجة وجود مشكلة صحية تعاني بها الأم وبالتالي تؤثر على الجنين ويتم إجهاضه لذلك هل أصحاب القطة تتعرف على المشكلة الصحية التي تعاني منها القطة لكي نعالجها ومن ثم تنعم قطتك بالأمان بعد تعرض القطة للبلوغ الجنسي تدخل في مرحلة طلب التزاوج وخاصة في مرحلة الشبق التي تصل إليها في شباط أو فبراير فتلك الفترة تكون القطة مهيئة تماما للتزاوج ومن ثم يتم التلقيح والحمل في عدد متعدد من القطة الصغيرة ولكن هناك بعض القطة لا تتحمل الحمل أو تصاب ببعض المشاكل الصحية التي تؤذي الأجنة ومن ثم تسبب الإجهاض في نفس السياق تطرع عليها علامات إجهاض القطة التي تؤكد من نزول الحمل على الفور تابع معي هذا الفيديو هناك بعض الأسباب المختلفة التي تؤدي لتعرض القطة الحامل للخطر وبالتالي تسبب لها الإجهاض المبكر فمن المعروف علميا والتي تم إثباته من قبل الأبحاث العلمية إن الإجهاض المتكرر للحيوانات أو البشر يعرض الأم للخطر ومن الأفضل علاج المشكلة باكرا لتفادي أي أمراض خطيرة ومن الأسباب التي تؤدي للإجهاض ما يلي أولا الضعف العام للأم وعدم قدرتها على تحمل آلام الحمل وبالتالي تفقد الأجنة ثانيا قلة التغذية والرعاية الطبية الكاملة للقطة وحين ذاك يصعب اكتمال الأجنة ويتم إجهاضها على الفور ثالثا إصابة القطة بميكروبات في الحمل تجلب لها مخاض مبكر وتسبب في إسقاط الأجنة رابعا عدم إعطاء القطة بعض اللقاحات الوقائية مما يجعلها معرضة للإصابة ببعض الأمراض الوراثية التي تعمل على الإجهاض خامسا تلقيح القطة في سن مبكر أي زواجها يجعلها غير قادرة على حمل الأجنة في رحمها سادسا النشاط المفرط للقطة والقفز من أماكن مرتفعة وحين ذاك تسقط الأجنة سابعا الإصابة بعدوى بكتيرية أو ثناول أطعمة سامة تتسبب في موت الأجنة ثامنا الخلل الهرموني أو الخلل الوراثي تاسعا الإصابة ببعض الالتهابات المعدية مثل التهاب الصفاق للقطة بعد سرد الأسباب المختلفة لإجهاض القطة سيتم توضيح علامات إجهاض القطة لكي نسارع في إنقاذ القطة فبعد التعرف على تلك العلامات ستأمل في الذهاب للطبيب البيطري أملا في منح الأدوية للقطة وإنقاذها على الفور ومن أبرز تلك العلامات ما يلي نزيف الدم ويعتبر من العلامات المؤخرة للإجهاض لأن القطة عندما تنزف يتم فقد الأجنة على الفور والأفضل في تلك المرحلة الذهاب للطبيب البيطري على الفور لكي نحافظ على صحة القطة الأمر الإفرازات تصاب القطة ببعض الإفرازات التي تمثلك رائحة غريبة وذات لون مختلف تماما عن الإفرازات العادية لأن أثناء الإجهاض تفرز القطة بعض السوائل من العضو التناسلي لها وبالتالي يشير إلى وجود مشكلة مرضية ومن ثم الالتحاق بالإجهاض على الفور الخمول والإكتئاب النفسي أثناء تعرض القطة للإجهاض يصعب عليها الحركة على وعلى ذلك فهي تفقد توازنها وتصاب بالضعف العام والخمول وذلك نتيجة الخلل الهرموني مع الجلوس والاستقلالية بعيدا عن أصحاب المنزل وعلى هذا النحو تدخل في مرحلة اكتئاب حاد القيء والإسهال هذه العلامات من العلامات النادرة التي لا تصاب بها كافة القطة بل هناك قلة فقط يتعرضون لها فمن المحتمل التقيء ولكن في الحالات الحرجة فقط وعلى حسب خطورة الحالة وفي غضون ذلك يعتبر من الأعراض الأكثر خطورة على الإطلاق خروج بقايا الأنسجة في تلك المرحلة تصاب القطة ببعض الانقباضات والاضطرابات التي تبعث المغص الشديد لرحم القطة وفي غضون ذلك تتساقط الأجنة بشكل متقطع لأنها بالفعل تكون غير مكتملة فحين ذاك يتم إجهاض بقايا الأنسجة ومن المستحسن اتباع هذه المرحلة بواسطة الطبيب المختص لضمان سلامة القطة الحما في بعض الحالات قد ترتفع درجة حرارة القطة بشكل ملحوظ وفي غضون ذلك قد يسبب لها مشاكل متنوعة وتعد ذلك من ضمن الإشارات التي تؤكد من وجود عدوى فيروسية ومن الأفضل أن تسارع في معالجتها في بعض الأحيان قد تجهد القطة في المنزل بمفردها بشكل مفاجئ قبل التخطيط للذهاب إلى الطبيب البيطري لذلك يستحسن القيام ببعض الخطوات التي تمكنك من مساعدة القطة عندما تقوم بإجهاض أجنتها كل ما عليك هو القيام بتلك الخطوات الآتية في بداية الأمر عليك بتنظيف القطة من الدماء المتناثرة منها بالإضافة إلى مساعدتها في التخلص من فضلاتها لأن هناك بعض القطة يتعرضون للإمساك ففي حالة الصعوبة في المساعدة عليك بالتوجه الفوري إلى الطبيب بعد ذلك أحرص على تغذيتها جيدا في هذه الفترة الصعبة لأن القطة تتعرض إلى التعب الشديد وبالتالي يستلزم الحفاظ على صحتها ومدها بالبروتين اللازم للتعافي من هذه المرحلة عليك بالذهاب إلى الطبيب البيطري لتشخيص حالة القطة وفحصها بشكل جيد على وعلى ذلك يجب الانتباه جيدا من إعطاء القطة بعض المضادات الحيوية والفيتامينات التي تسارع في الشفاء العاجل للقطة يجب التأكد من عدم إصابة القطة بأي عدوى بكتيرية أو فيروسية وإذا أمكن الأمر يجب علاج القطة على الفور وذلك من أجل تجنب أي مشكلة صحية قد تحدث في حالة الحمل لمرة أخرى امنح للمنزل الهدوء والسكينة مع توفير الاحتياجات المطلوبة لرعاية القطة فعلى سبيل المثال يراعى تدفئة المنزل وتجنب الرطوبة أو الحرارة المرتفعة مع الحرص على نظافة المكان جيدا من الأفضل إجراء بعض التحاليل الخاصة بمعرفة الفيروسات الموجودة في الجسم لأن القطة من الحيوانات التي تتعرض لانتقال العدوى وبالتالي يمكنها انتصاب بفيروس الهربس أو فيروسات أخرى يمكن للطبيب فحص الرحم من الداخل جيدا مع التعرف على المشاكل ومن ثم علاجها تماما ومن أبرز تلك المشكلات انخفاض مستوى البروجسترون أو مشكلة وراثية في الرحم مع مدى احتمالية حدوث الإجهاض عند قطتك في حقيقة الأمر يحدث الإجهاض عند القطة بنسبة لا تتعدى 40% وتعد هذه نسبة ضئيلة في الإجهاض بشكل عام يحدث للقطة الضعيفة والتي تعاني من مشكلة صحية تؤثر على صحة جنينها لذلك في حالة إجهاض القطة التابعة عليك بإجراء الفحص الطبي لها للتعرف على المشكلة الأساسية ومن ناحية تتجنب الإصابة بالإجهاض في كل مرة من تلقيحها أو تزاوجها كان هذا فيديو اليوم أرجو أن يكون قد نال إعجابكم